اهلا بكم الى النشرة الاقتصادية اختم امس اعمال المؤتمر العالمي للمصرف الاسلامية الذي اقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر على مدى ثلاثة ايام وحضره اكثر من 1200 مشارك من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء والمدراء لبنوك الصيرفة الاسلامية والتقليدية وتناول المؤتمر في جلساته كل الشؤون والتحديات التي تواجه الصيرفة الاسلامية اسلاميا وعالميا وآديات مواجهة هذه التحديات والعمل المشترك من اجل رؤية واعدة للصيرفة الاسلامية مستقبلا وبعد ان شهد نموا ايجابيا ملحوظا في السنوات الاخيرة ليس بالدول الاسلامية فقط وانما في الدول الاوروبية والامريكية واكد عدد من المتحدثين العالميين ان المؤتمر استطاع ان يكون مظلة عالمية اسلامية تم خلالها طرح ما يتعلق بالصيرفة المالية الاسلامية واستطاع ان يقدم رؤى هامة حول مواجهة التحديات والعوائق التي تقف امام الصيرفة المالية الاسلامية بلغت كمية الاسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الاسبوع سبع مليون وثمانمائة وواحد الف واربعمائة وسبعة اسهم بقيمة اجمالية قدرها مليون ومائة وخمسة وثلاثين الف واربعمائة وتسعة واربعين دينارا بحريني نفذها الوسطى لصالح المستثمرين من خلال مائتين وخمسة وثمانين صدقة وتداول المستثمرون خلاله اسهم ثمانية عشر شركة ارتفعت اسهم سبع شركات في حين انخفضت اسعار اسهم تسع شركات واحتفظت باقي الشركات باسعار اقفالها السابق وقد استحوذ على المركز الاول بتعاملات هذا الاسبوع قطاع البنوك التجارية اما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات اما على مستوى الشركات فقد جاء مصرف السلام في المركز الاول من حيث القيمة وجاء في المركز الثاني المصرف الخليجي التجارية اشتركوا في القناة